اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة اتشي تين فوتوغرافي فاكرين الموديل الحامل اللي انا صورتها الشهر اللي فات هساب لكم اللينك اللي ما شفش الحلقة دي من الفيديوهات الحلوة اللي هتستفيدوا منها فعلا هساب لكم اللينك فوق دلوقتي في حرف الاي اللي هايزهر الموديل دي ويلدت بقالها الاسبوعين فالنهاردة سيشن بتاع النهاردة تصوير للبيبي ده هيبقى اصعب سيشن لأي مصور صعب جدا فعلا بس فيه شوية حاجات هقولكم عليها لو اتبعتوها هيكون سهل نوعا ما هيكون سهل اول حاجة اوعى تعتمد او تعتمدي على نفسك مهما كنت شطرة او مهما كنت شطر في التصوير الموضوع مش تصويره بس لأ ده بيبي بيتحرك في الثانية مئة مرة بيعيط كتير بيجوع كتير ما تنسوش انه البيبي مش هيكون لابس بامبرز فالموضوع محتاج مجهود ابدا ما تروحوش التصوير او النوع ده من التصوير لوحدكم ابدا لازم يكون فيه ستايلست للبيبي هي اللي تحط البيبي بالوضع المناسب للتصوير طبعا بتوجيهاتك كمصور او توجيهاتك كمصورة بالنسبة للزاوية لكن هي اللي تقوم بترتيب اللوكيشن او ترتيب البيبي قبل التصوير في اللحظة اللي هي بترتب فيها البيبي لازم تكونوا انتوا واقفين واعداداتكم جاهزة اضاءاتكم مزبوطة والاعدادات مزبوطة وعينك عالفيو فايندر او عينك عالفيو فايندر بتاع الكاميرا وجهزة انك اخدي او تاخد اللقطة مجرد ما الستايلست تشيل ادها من على البيبي ده لو كان البيبي اا يعني مش رايح في النوم وخصوصا البيبي اللي هنصوره اسبوعين يعني بيصحف لحظة لو عارفين اسبوع خمسة ايام بيبقى النوم عنده اكتر كل ما بيكبر البيبي في العمر بيكون تصويره اصعب شوية دي نقطة مهمة اوي فلازم تبقوا واقفين جاهزين على بالشطر على شوية انتاخدوا اللقطة مجرد ما الستايلس دي هتشيل ايدها من على البيبي حاجة تانية لو الام دي اول ولادة ليها فخبرتها اعتبروها عشرة في المية فلازم ويفضل ان تكون الجدة ام الام تكون موجودة في اللوكيشن انا بقول الكلام ده عن تجربة اللي هقوله لكم ده هيسهل عليكم السيشن كتير قوي الام بتبقى عندها رهبة خايفة ما تشفهمة البيبي بعيط ليه الستايلس بتقلب في البيبي وبتلبسه وبتلفه والام قلقان على بنتها فالجدة فهمة الكلام ده كويس قوي فبتعرف تتعامل البيبي بعيط هي هتعرف تتعامل اكتر بكتير من الامة ما هتعرف تتعامل فمهم قوي قوي وجود الجدة انا يعني حضرت السيشن قبل كده وشفت الكلام ده ففي السيشن بتاعتي اللي هتحصل دلوقتي استدعيت الجدة والجد كمان هم اجانب مش عرب لكن عرفت ان هم موجودين فاصريت ان الجدة بالذات تكون موجودة مع الام والاب والجدة هيكون موجود بس مانوش دور ولكن موجود بس الجدة هي اللي مهمة اهم من الام تمام فابدا ما تروحوش اي سيشن زي ده من غير ستايلست لان انت مصور او انت مصورة هتفضي كل خمس ثواني ولا عشر ثواني تروح تعديني البيبي لق ايد البيبي طلعت لق ايه تحركت انت مش فاضية للكلام ده مش هتعرفي تصوري ولا هتعرف تصور انت واقف ورا الكاميرا مستني اللقطة المناسبة عشان تلقطها مظبوط فيبقى هتدفع فلوس شوية وتحمله على العميل انه محتاج ستايلست لازم لازم في تصوير البيبي اوكي العدسة خمسين ميلي هستخدم العدسة لخمسين ميلي بس مش هستخدم غيرها فتحة العدسة هتكون على F3.2 او لغاية اربعة من تلاتة لاربعة تا الجرينج اللي هستعمله بس هو في الغالب 3.2 شوتر سبيد 1 على 160 l-ISO 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 80 حاجة تانية انا عرفت الاعدادات دي لاني انا رحت وزبطت الاضاءة قبلها بيوم وعرفت هصور الساعة كام وعرفت هصور باضاءة عاملة ازاي وحافظ الاعدادات لاني قعدت اجرب قبل الساشن ما يبدأ لازم اجرب اعداداتي كويس عشان يكون جاهز ما ضيعش وقت قوة الفلاش اللي هستشتغل بيها هشتغل بفلاش واحد بس اللي هو جودوكس ايدي 600 برو وقوة الفلاش واحد على 64 من الباور اوكي اي استفسارات ابعتولي فورا على اليوتيوب وهرد عليكم على طول لو سمحتوا مراجاة خاص اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس ويلا بينا نبدأ الساشن اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر